هناك نحن أيضا لدينا ربما القدرة على أن نقيم الأشياء كمتابعين عن بعد سيجد المرء هو يشاهد الحلقة هناك فوارق إن كانت اللغة العربية السليمة والبلاغة والفصاحة حتى الكريزما لدى الملقي حاضرة ومحدد لمن سينتصر أعتقد أنك بالإجماع كنت الأفضل إن كانت القدرة على التعبير والإجابة على السؤال بفكر نقدي وأنت قلت في نصف النهائي قلت أنا بإمكاني في إجابتك بإمكاني أن أنتقد حتى الكاتب وأناقشه أفكاره كين أو لا كيناش وبالتالي أنك الرؤية النقدية كانت حاضرة لديك لا تأخذك الكتاب كمسلمات وهذا قد يمنحك الأفضل على العموم لن نناقش لجنة الحكم ولن نناقش حتى من صوت لأنه من في القاعة كان يصوت على من يريد أن يكون هو المنتصر هنيئا لهديل ولكن يكفيك فخرا أنك ربما سلبتي الألباب لن أقول في المغرب فقط ولكن في كل أنحاء العالم العربي من تابعك بالعودة إلى المسابقة كم قرأت من كتاب وما هي نوعية الكتب التي شاركت بها قرأت أكثر بكثير من 300 كتاب في مجالات مختلفة أنا شخصيا أحب مجال السياسة والاقتصاد أيضا قرأت في المجال العلمي والأدبي والفلسفي والتاريخي نعم أحب نسيسو الحق رحبا قرأت قرأت كتاب الأمير لنيكولا ميكابيلي قرأت كتبا فكرية تتحدث عن نماذج التنمويتي في الأمم العربية وفي الدول العربية أيضا قرأت في الفلسفة في التاريخ في الأدب أكيد في العديد من المجالات جميل جدا شاركت ب50 كتاب فقط نعم لكن في كل مرحلة من الإقصائيات كنت أجدد هذه الكتب لأنني لم أكن أحب أن أشارك بنفس الكتب في كل مرة خاصة وأن هذه هي المرة ثالثة التي أشارك فيها في تحدي القراءة العربي ولكن المرة الأولى التي تتأهلين للنهائية نعم تماما وبالتالي فإن كل سنة كانت فرصة بالنسبة إلي لتجديد قراءاتي وللطلاع على كتب مختلفة من مجالات جديدة ومتنومة لو سألتك ما سأل جمال سليمان هديل أي الكتب تنصحينها لمن هو يتيه في هذا العالم أو يشعر ربما بالشك غير متزن إلى غير ذلك ما هي الكتب التي يمكن أن يقرأها من أجل أن يعرف الدرب الصحيح مع تعدد الكتب ربما يصعب اختيار ثلاثة كتب فعلا لكن بعد كتاب الله تعالى هناك كتب لمفكرين كبار ربما سيغيرون الآخر فعلا من خلال مثلا ككتاب المهدي المنجرة كتاب للمهدي المنجرة كقيمة القيام مثلا كتب مي زيادة مثلا بين الجزر والمد بعد الكتب لستيفن كوفي شكرا